نيلي كريم الجمهور مستنيها استنادي في مسلسل قامدي وهما فرحانين قوي اللي هترجع تقدم قامدي عشان بيفتكروا على طول مسلسل بميت وش وهيتقارن أكيد فأقول لنا بقى إيه المفروض الجمهور يبقى مستنيه من التجربة دي مسلسل فراولة نيلي عندها تحدي لأن انت عارفة احنا خارجين من تجربتين كانت عندها شوية تجربتين مضلمين زي ما بنقول طلاء وغيره وكل ده زي قبل فتن حربي وأيضا كان عملة نادرة وطار وحققها وبتاخد حققها فيعني نيلي استنادي رجع بتجربة 15 حلقة الوافة رولة وهي دراما اجتماعية لايت كوميتي فلأن هي بتطلع لعلاقة بالطاقة وفكرة العلاقة بالطاقة فشوية تجربة أنا بشوف أن البنى في الكتابة القصة رطيفة جدا هي الأحمد الدسوئي هو المنتج انتهى المسلسل ولكن السيارة والحوار لمحمد سلمان عبد الملك متى استنادي عندنا في الموسم هتلاقي أن محمد سلمان عنده مسلسلين هتلاقي إمبراطوريت ميم وفراولة وكمان هتلاقي باهر دويدار كاتب معالجة مصاري إجباري وعنده صيد العقارب يعني أنا بقولك دي ممكن ظاهر كمان كده مع الديل عندنا كمان أمين جمال عنده سيناريو حوار مصاري إجباري وسيناريو حوار روجينا مسلسلسل إليه فبيتر ميمي صاحب القصة ومنتج بيتر الفاعل ومخرج الحشاشين فدي كده إيه من الظاهر اللي بنقولها إحنا كخطوط تبقى عريدة برد شوية عام موجودة في الموسم هتحسن حاجة بالنفس فراولة دي يا فنديم تبيع النفس اللي حدر بتتنفسه لا يا فراولة انت فيك حاجة للاش انت مصدق في فراولة أوه يقوله ميستر ليه أنها طريق التصويت الجديد اسمها منه فيه شاشاني لا سوري أنا سامية سوشيال ملكة الترندان شياكة ولبس وغيرت عربيتك خط منه غير الطريقة انت متعرفيش جلوة الشندويلي عندي ده حبيب قلب الشركة أعمل إيه؟ هقدر ينصيبي هتحزريش يا فراولة هم العين هيجوا يتعالجوا ليه؟ وهم عندهم بلورة سحرية بتحللهم كل مشاكلهم في غنبت عين معي بعمل مش معي قولي وراي أنا هتحب أنا أمر أنا جميل أنا هجيبه مش هسيبه هتجوزه هفليسه